اشتركوا في القناة داعيا جلالته المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وين يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء والعافية كما اعرب جلالة الملك المفدى عن استنكاره وادانته الشديدة لمثل هذه الاعمال الارهابية مؤكدا تضامن مملكة البحرين مع مصر ووقوفها الى جانبها قيادة وشعبا في مواجهة مثل هذه الاحداث المؤلمة في اطار العلاقات الاخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشكيقين